صاحب مطعم يطلق النار على عشق زوجته ويسلم نفسه للشرطة جورجي ليون صاحب مطعم من ليكسنكتون ولاية كارولينة الجنوبية سلم نفسه للشرطة وهو الآن في الحز بعد أن أطلق النار يوم عيد الحب طلقت الشرطة بلغا عن احتمال وقوع جريمة قتل بعد سماع صوت إطلاق رصاص في الساعة الثامنة والنصف مساء ذلك اليوم وصلت الشرطة لتجد أرطورو برافو مستلقيا على الأرض ومسجن بدمائه بسبب الإصابة برصاصة على ما يبدو أن زوجة ليون وأرطورو كان في صدد قضاء يوم الحب على طريقتهما ولم تتعرض الزوجة للإصابة اتصل ليون بالشرطة بعد أطلاق النار وقال لهم لقد أطلقت النار على عشق زوجتي سبق ليون أن سجن لخمسة أعوام بتهم فساد ورشوة فقد تم أن أثبت تورطه بدفع رشوة لشريف مقاطعة ليكسنكتون السابق جيم سميتس بغية مساعدته لتفدي بعض إجراءات التوظيف لقد تم الحكم على الرجل لتوظيفه ستين موظف غير شرعيين من المكسيك لكن تم الإفراج عنه لأنه تعاون في التحقيق لكن هذه المرة لن يتمكن من تفدي السجن حيث تم توشيه تهم الشروع بالقتل لزوجته وقتل برافو